وصفة امي الله يرحمها وراء الجوافة هيخليك تشوفي المعجزات فكرة بمليون جنيه لا يعرفها الجميع ايوة زي ما بقولك كده فعلا وراء الجوافة ده كنز يا جماعة رباني هنعمل مع بعض النهاردة وصفة رهيبة بجد ده اقل ما يقال عنها ان هي رهيبة لان دي كانت وصفة مامتي الله يرحمها بجد يعني كل ما بيهل الشتا كده كل ما بفتقرها خصوصا شهر 11 خلاص قرب وده ذكر وفاتها وطبعا انا فاكرها على طول ولكن الفكرة دي والوصفة دي انا قررت انزلها في التوقيت ده بالاخص لان الناس كلها بلا استثناء هيستفادوا منها فحبة جدا ان كل حد يجربها ويستفاد ويحس ان لأ بجد كان محتاج للوصفة دي انه يدعي الوالدتي بدعوة حلوة ان ربنا يرحمها ويخفل له ويسكنها الفردوس الاعلى من الجن تعالى وما اقول لكم مامتي الله يرحمها كانت بتعمل ايه بس في البداية صالوا عن النبو ولو اول مرة تشوفوني انا مضبخ مامت سولى استراء فتحة سكيتشن ودي قناتي على اليوتيوب اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بكل فيديو جديد او وصفة جديدة انا بنزلها شارك الفيديو علشان كل ناس تستفاد لان زي ما بقولك كده ان اي حد هيعمل الوصفة دي هيدعيلك من هنا البكرة وجزاكم خير طبعا كانت مامتي الله يرحمها بتعمل الوصفة دي دايما خصوصا في التوقيت دا طول السنة يعني في التوقيت دا كل سنة كانت بتعمل الوصفة دي واحيانا كانت بتعملها طول السنة كانت بتجيب وراء الجوافة وتخسله وتبدأ كده كل مرة في القسطرولة تاخد من 9 ل 10 وراءات من وراء الجوافة بس لازم تكوني غسلة كويس وتقطعي كده تخدي الوراء فقط لا غير وبتبدأ ان انت في نص الوراءية وتقسم يا هتمشي على الخط اللي بيبقى في نص الوراءية ناس كتير هتقول لي طيب يا اسراء نجيب منين وراء الجوافة شجر الجوافة مال الدنيا احنا عن نفسنا كان جنب بيتنا عند بابايا ومامتي الله يرحمها ويدي البابايا الصحة وطولة العمر يا رب كان عندنا وراء شجر الجوافة كتير فكنا بنجيبه من الشجر دلوقتي بقى انا بشتريه من عند الفكهاني لان ما فيش اشجار حوالي فانت زي كده لو ما فيش شجر جوافة حواليكي فانت بتشتريه من عند الفكهاني تروح كده عند الفكهاني وتطلب منه وراء الجوافة هو مش بيعمل بيه حاجة هو يدولك اصلا كمان من غير فلوس ولكن انت طبعا بتديوله فلوس رمزية لان انت هتجيبه من عنده وبيجيب الجوافة اول باول اي فكهاني فلانه ما بتعودش كتير فهتلاقي الورق عنده فرش كده وطازة واخدر زي ده بالزبط لو ما عندي كيش بقى ومش حابة ان انت تجيبه من الفكهاني فانت بتجيبه من الصيدلية بس بيبقى مجففة تمام فعايز اقولك يعني ان هو مالي الدنيا كان طول الشتا كده والفترة دي كمان اللي هي ما بين الصيف والشتا كنت لقيت كسرولة عالب تجاز فيها ورق جوافة الله يرحمها فكانت بقى بتجيب الورق من تسع لعشر ورقات وكانت بتغسله كويس وكانت بتقطعه كده من النص زي ما قلتلكم تقص بالمقص علشان ما يبقى الصعب عليكي اما اللي كان بيبقى من ورق الجوافة فكانت بتحفظه في ورق جرايط في التلاجة كان بيقعد بالشهر قصة ما بيلاك ان التلاجة عندنا ما بتخلاش من ورق الجوافة تبدأ بنعمل اي بي يا اسراء ده كنز والله العظيم كنز بس اكتبوا لي في الكمونتات دلوقتي انتو بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع ادعو الوالدتي ان ربنا يرحمها ويغفر الله ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنة ودي الصدقة اللي انا حابة قدبها لها في ذكرى وفاتها دي هتجيبه كده اربع كبيات من المي طبعا الكمية دي هتقعد معايا طول اليوم اي حد عايز يشرب بقى هتسخاني وتشربي ولكن لسه في اضافات انا هضفها تعالوا بس نولع كده اه على القصرولة دية النار وتستبيها تغلي لمدة ربع ساعة وما تخفيش مش هتمرر خالص اللي انا عايز اقولهلك ان ورق الجوافة اصلا مسقر يعني انت هتعشقي ريحته في البيت وهتحب طعمه احلى من الشاي واحلى من اي حاجة ممكن تشربيها فانا عايز اقولك هنعمل فكرة دلوقتي ان شاء الله قصما بالله كل اللي بيشوفوا الفيديو لو جربها هيدعيلي عليها انت كمان شارك الفيديو علشان تغدي السواب لان في ناس محتاجة جدا للوصفات دي ده شكل ورق الجوافة شايفين حتى لون الميض حسام سقر كده ورحته رهيبة اي انا اصلا بحب الشتة جدا فبحب اي حاجة رحتها شتوية هتجيب بقى الكوباية وهتجيب نص لامونة وهتبدأ ان انت تعصري لو هتعملي العدد افراط البيت فكل كوباية هيبقى فيها نص لامونة بالزبط كده خلاص انا هنا عصرت نص لامونة وبيتجيب ورق اي واحدة كده من ورق الجوافة الفريش اللي هو اللي مش اللي مش تسلع مع المياه او اللي غالع مع المياه لأ ورق فريش كده وتبدأ ان انت تصبي كده المياه المغلية وهي سخنة يعني تصبي بقى ايه المنقوع بتاع الجوافة ده هو سخن بعد كده بصو شايفين شكل المياه اصلا والقصرولة رهيب كافيلا ان هي تحسسك بالسعادة ايه اسراء المبلغة دي لا والله مش مبلغة انت لو جرقتيها هتعرفي معنى كلامي وهتجربيها تاني وتالت ومش هتستغني عنه في البيت هو اصلا هيحلي لك اكبر مشكلة بتقبلك طيب انا عن نفسك اسراء باشربه كده من غير سكر ومن غير اي حاجة الناس اللي مش تقدر تشربه من غير سكر حطي عود نعناء ونصيحة مني كاسراء ما تحطي السكر لان هو اصلا وراء الجوافة مسكر فلو حطيتي سكر هيبقى طعمه مسكر قوي هو طعمه اصلا كده تحس ان هي حاجة طبيعية جدا طعمها لذيذ طعمها جميل مش قادرة توقفي شرب فيها ده بنيستخدمه في ايه وبنيعمل به ايه بالضبط احنا عارفين ان التوقيت ده كل سنة تقريبا اللي هي من الصيف للشتاء بينتشر جدا ادوار البرد والسعال الكحة والكحة بقى ايه بتطول تعود بقى جيب ازاز الدواء في ازاز الدواء والكحة مش بتروح عندك شغل مش عارفة تروحي بسبب الكحة المستمرة اولادك في الدراسة الكحة مش راضية تروح ما بيعرفوش ينامو الكحة اصلا بتظهر وقت النوم فما بتعرفيش تنامي من الكحة انا كانت مامتي الله يرحمها بتعمل الوصفة دي خلاص يعني كانت تجيب دواء وناخد الدواء وخلاص وترجع تقول لا واحنا ليه جيبنا دواء اصلا الكحة مش راضية تروح كانت بقى تعمل الوصفة دي قصما بالله والله العظيم انا مش بحلف كده وخلاص لا والله العظيم كانت من اول ساعة يعني اول ما تشرب المشروب ده اصلا حس ان زورك كده بيتحسن وان الكحة هدت سبحان الله ورق الجوافة رهيب يعني ورق الجوافة كنز اصلا في ورق جوافة قولي ودعا للأدوية فكنا نشربه كده من اول سانية تحس ان ايه ده مفيش كحة ولا تعب زور ولا برد ولا رشح ولا اي حاجة خالص اضافة اللمون وان يناع لشان كمان الرشح يتوقف فانتو جربوا الوصفة دي لأطفالك وليك والباباك والمنطك والجوزك والاهل بيتك والحماتك والحماكي وقليها لصحباتك والقريبك ولكل حبيبك قصما بالله هتقضي على الكحة من اول مرة في ناس كبيرة في السن ما بتتحملش الأدوية ومش بتتحمل الكحة شاركوا الفيديو علشان كل الناس دي تستفاد والأطفال ما تكحش أصلا والله العظيم وراء الجوافة كانت مامتي الله يرحمها تغلي ونشربه كده حتى لو ما عندناش كحة فاستبدل الشاي بوراء الجوافة مش هتلاقي بقى لا كحة ولا برد ولا سعال ولا أي حاجة خالص طول الشتاء جرابي الوصفة دي في الأيام دي أنا عارفة أن في ناس كتير عندها أدوار برد وكحة هتقولي ودعا للدكاترة هتقولي ودعا لأدوية السعال أشوفكم على خير